مرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة بالي ماسك 1 كما تعودنا في كل يوم عنا اخبار و احداث جديدة ومت نوعه بموضوع اليوم اش نحكيه فيه على الهجوم اللي صار من بيزردي الفريق رفماج كما ريتوا البساجمتها قالت انه الفريق رفماجر في راديو يافيم استغل في الكرونيكوزم تاعو بش يكلاشي الناس بش يذمي الناس بش ينقضي الناس قالت انا واحدة منهم قالت الفريق هذا مش به نهائيا لانه الغاية يمتعه انه فقد ينقض الناس وقالت حطين علي انا برشا شنو اللي عملته لهم الله اعلم قرأوا مصدر راديو يافيم شنو قال هاجمت بيزردي فريق الرفماجر قال ان البرنامجر عبارة عن تصفية حسابات وان ذات الحصة تستعمل الكرونيكوز لمهاجمتها شخصيا وانها لا تسمح مثل هذه التجاوزات في حقها وانه من العيب انه قانت مثل قانت الحوار تنقله مثل هذه الاشياء وفي نفس السياق قام فريق الرفماج بالرد على تصريحات بيزردي عبر الفيديو اللي كان فيه هنا قدم الفريق كامل سونية دهمانيا قالت لها ما نحب بش نسمع ونتفرج في التفاهات اللي تقدم فيها بيزردي كان مشي تقدمت حاجات تصلح يكون خير واذا كان انتي قدمت اه تنفع على نا انقضنك بالبيه لكن انتي تقدم كان في التفاهات اللور بش ننقضوك بالخيب فريق كامل سخر منها استهزئ بها قالوا لها شكونك انتي شنو اللي قادة تقدم فيه حتى بش ننقضوك بالبيه وشنو اللي بناتنا احنا حتى بش نحطو عليك انتي بالذات وننقضوك انتي بالذات من خلف الناس الكل قال لها احنا نقدم حاجة تنفع وحاجات جديدة وحسرية ننقضوه بالبيه وبالمزين اللي يقدم حاجات تيفها كي ما قالت سونية دهماني بتبعها بش ننقضوه بالخيب وانتي ما تقدم كان في التفاهات انا نساند ما قالتو سونية دهماني الفريق كامل اسخر منها الفريق كامل اضحك عليها نقولوا لحاولوا لقوة لبالله حبوا بعضكم بش ربي يحبنا ونزلنا الخير راهو التقطيع والتريش في بعضكم راهو خائب وهو لقاعد يظر فينا ما تنسيوش لايك واشتراك في القناة